اشتركوا في القناة قدرت بسبعة مليارات دولار أمريكي منذ انقطاع الخدمة وصعوبة دخول الشركة على منصتها حتى عادت إلى العمل من جديد الانقطاع لم يكن الأول لكنه كان الأطول في تاريخ الاختراقات للمنصتين الأضخم في العالم فيسبوك وواتساب أمريكا واكبت تفاصيل والتطورات التي وصفت بالخطيرة بعد أن تسبب كما قالت الاختراق على يد طفل صيني لا يتجاوز عمره 13 عاما من تهكير المنصات وإلحاق الضرر بموقعي جوجل وأمازون الأكثر أهمية في العالم حيث أن وزارة الدفاع الأمريكية كشفت عن إمكانية وجود تهديد أمني على خلفية الانقطاعات الواسعة انقطاع الخدمة ضرب سمعة فيسبوك وجعلها على المحك المستخدمون تداول مقاطع ساخرة تعبر عن نفرهم إلى منصة تويتر التي لم تتعرض لأي مشكلة بالتزامن مع الانقطاع في فيسبوك وواتساب وانستغرام أما اللافت في الأمر أن جزءا لا بأس به تمنى لو أن ينقطع فيسبوك إلى الأبد بعد شعورهم بالحرية لساعات قليلة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر